الإطار التنصيقي ماضي في تشكيل هذه الحكومة متمسك بالسوداني وكأن ما رأيناه من تحرك لأنصار الصدر لم يكن له أي أثر ولم يلقى صده هل نتوقع ربما رد فعل من الصدر وأنصاره مغايرا يوم غد في المظاهرات التي بدأت القوى الأمنية تستعد لها عبر إغلاق مداخل المنطقة الخضراء بالكتر الخرسانية نعم ليس المنطقة الخضراء فقط يعني جانب الكارخ عزل عن جانب الرصار فهناك العديد من الجسور الرئيسية قد أغلقت من قبل القوات الأمنية تحسب لأي تظاهرة أو ربما لأي احتجاجات قد تحدث وبالتالي القوات الأمنية والحكومة العراقية بدأت استعداداتها مبكرا بعد إعلان الإطار التنسيقي أنه سيشكل أو شكل لجنة للتفاوض مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة وهم يعني يخشون من ردة فعل جماهيرية قد تقوم بها أنصار التيار الصدري أو حتى الأطراف الأخرى المعترضة على تشكيل الحكومة لكن على ما يبدو أن الإطار لم يهتم كما قلت لمسألة التظاهرات التي حدثت مؤخرا والتي أدت إلى دخول المتظاهرين إلى مجلس النواب والمنطقة الخضراء الإطار ما زال مستمرا وما زال أيضا مسرا على أن يكون السيد محمد السوداني هو المرشح لرئاسة الوزراء هذا الأمر قد يعطي انطباعا بأن هناك حالة من التحدي بدأت تظهر على الساحة السياسية ما بين الإطار والتيار الصدري وخصوصا ما بين دولة القانون والتيار الصدري دولة القانون يريد أن تكون الحكومة المقبلة من داخل الإطار وأن يكون هو من يرأس تلك الحكومة على الاعتبار أن محمد شياع السوداني صحيح أنه لديه تيار أبناء الرافدين لكنه بطبيعة الحال تابع إلى دولة القانون وإلى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لذلك طبعا حتى اللحظة لم نشهد أي رد فعل أو حتى تصريح من قبل أنصار التيار الصدري لكن ربما الساعات المقبلة سنسمع العديد من الردود حول هذا الأمر العراق لا يحتمل مزيدا من المظاهرات بسبب الأزمة الاقتصادية وستنضف الآن أزمة أخرى أمنية إلى جانب الأزمات الأخرى هل نتوقع أي ربما وساطة بين الإطار التنسيقي وبين مقتدى الصدر لأنه أول أمس كان إسماعيل قاني في جولة وزيرة إلى العراق يعني مسألة حضور إسماعيل قاني إلى العراق لم تتأكد يعني ليس هناك تأكيد بأن قاني قد حضر إلى العراق أو اجتمع مع الإطار التنسيقي هي مجرد أخبار جاءت بشكل غير مؤكد من قبل بعض الأطراف وليس من قبل أطراف سياسية من قبل بعض الأطراف المتابعة لكن بطبيعة الحال هناك وساطة تجري على الساحة السياسية بدءا من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الذي يحاول تقريب وجهة النظر والذي اتصل بشكل مباشر مع زعيم تيار الصدري مقتد الصدر وأراد منه تهدئة الوضع نوعا ما لكن على ما يبدو أن هذه الوساطة لم تأتي أكلها على الأقل في الوقت الحاضر هناك أيضا وساطة من قبل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي هناك وساطة أيضا من قبل بعض الأطراف السياسية قد نشهد ربما تدخل من قبل أطراف أخرى سواء على الداخل أو حتى على الخارج لكن على مستوى الخارج لكن هذه الوساطة بطبيعة الحال يبدو أنها لم تجد نفعا لأن الطرفين متمسكان بمسألة اختياراتهما التيار الصدري لا يريد أن يكون محمد الشيع السوداني أو حتى أي مرشح من دولة القانون يرأس الحكومة المقبلة وبالتالي هناك أيضا عناد من قبل دولة القانون ما يخشاه العراقيون أن تذهب هذه المشاحنات أو هذه الأمور إلى مسألة الصدام المسلح هذا ما يخشاه العراقيون أن يكون هناك صدام مسلح وفي طبيعة الحال سيكون الخاصر هو العراقي فقط شكرا جزيلا لك انتهى وقت هذه المقابلة عموما من بغداد مرسل غد محمد فاضل شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك